موسيقى موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة في إطار حملة دفء في نسختها السابعة التي تحتضن جمعية رابط الخير لرعاية الأشخاص في وضعها صعبة والتي تنظمها عملات إنزكان يتملل بمختلف مصالحها حيث تنظم هذه الحملة في كل موسم خاصة في فترة التي تعرف موجات البرد بمتخط إنزكان والتي تقوم من خلالها الجمعية وبنسق مع السلطات باستهداف جميع الحالات التي تعيش وضعية الشارع من أطفال ونساء وشياب وشباب من خلال رصدهم داخل محطة طرقية بجميع المناطق التي تنشط بهذه الفئة حيث يتم استقبالهم داخل هذا الفضاء الذي تقدم له مجموعة من الخدمات من الإيواء إضافة إلى الاستحمام وتقديم ملابس ووجبة العشاء ووجبة الفطور إضافة إلى هناك خدمات أخرى خدمات اجتماعية من خلال توفير فرص العمل لبعض الحالات حسب تخصصها وحسب تجرباتها المهانية كما أننا نقوم بإدماج القاصرين بأسرهم بمختلف المناطق كما أننا نقوم بإعادة الحالات إلى بلدانها الأصلية كما أننا نقوم بجموعة من الخدمات من تقديم التعب النفسي والمواكبة النفسية للحالات يتم استقبال جميع فئة المجتمع من أطفال كما أننا نستقبل حتى أطفال رضع في سن الشهر الأول والشهر الثاني وهناك أطفال قاصرين إضافة إلى شباب وشيوخ وحالات أخرى تدخل في الإعاقة الجسدية كما يتم استقبال حالات المختلين عقليا ويتم إدعوهم أو إحالتهم داخل مصلحة الأمراض النفسية في المستشفى الإقليمي بإنزكان أما فيما يخص الحالات الاجتماعية الخاصة بهذه الفئة التي نستقبلها فهناك عابر سبيل إضافة إلى باء متجولين ومتسولين إضافة أن هناك حالات التي تعيش تشردا بمنطقة إنزكان ويتم رصد هذه الحالات عن طريق دورية وشارك فيها مختلف مصالح السلطان من قوات المساعدة الأمن الموطنية حيث تجوب هذه الدورية جميع مناطق إنزكان من المحطة الطرقية وجنبات الأسواق إضافة إلى وادي إنزكان سوس وبعض المناطق التي تشهد وجود هذه الفئة ويتم نقل عبر الوحدة المتنقلة الخاصة بجمعية إلى فضاء قاعد متعددة استعمالات بإنزكان ويتم استقبالها حيث أن الحصيلة اليومية التي نستقبلها منذ بداية هذه الحملة فمعدلها اليومية يكون بين 100 إلى 110 حالة كما أننا في هذه الفترة الأخيرة نستقبلها زيادة من 140 حالة بينهم 12 امرأة وأطفال قاصرين هذه الفترة التي تعرفون خفاض في درجة الحرارة فإن نسبة الإيواء ترتفع إلى أكثر من 50% كما أننا نقوم بتعبئات مزيد من الأماكن لهؤلاء الحالات التي نستقبلها أجل إيوائها وتقديم مساعدة لها ونوفر لها وجبة العشاء إضافة إلى وجبة الفطور ما فيما يخص وجبة العشاء التي تكون وجبة رئيسية إضافة إلى فواكه أنا جابوني على الناس مساكن من الزنقائك كنت كان نظرغي في الزناقي فمشاني ما عنديش لاسكني لا تحاجة ما يهم جابوني أنا وبناتي وعطونا الحواج تهدلوا فينا وما يمش حم حاجة أفروا علينا الحمد لله وكان شكراً بزعف فرق بزعف أخويا هي المك outros أخوني على سناء كل هذه الأشياء لا مجدفل نريد مكتابك وليس من الطوم في مكتابك مفرن لنا الأكل والحوائج والغطاء الحمد لله كل شيء محتمل بنا الحمد لله لا يجلسين باخر البرد بزاف أخي كل ما عتقوناش منز القرى نبقى وصميتهم كانت ممشي واحد يا عواني غير في الجميع ومصافر ونلقى اخذ مان شاء الله ونمشي بلاسة مرتاح فيها ونبقى نشوفهم مرة مرة انا أخي كان نطلب من من هاد الناس المهم يعاونوني باش إفروري غايش يسكن بعدها فين نستقر وفين نحت ولداتي إن شاء الله باش نعتمد على رأسي إن شاء الله حلا كنا كنا نقلبوا على الخدمة وكنا نقلبوا من هنا ومن هنا ووجينا هنا نقلبوا على الخدمة ومارقيناز ووزناه على تشهرين ووجينا مع تشهرين ورحنا في الجمعية اعطينا الماكلات اعطينا العشاء مع اللين فينا اعطينا الفراش اي حاجة اللي خاصنا تعطيوانينا مو خاصلنا التشواء خاطرناه كل شيء مع اللين فينا والحمد لله الشارع صحيب باش ينعس فيه بنادا منه ما محميش من اي حاجة تكون ضربة تكون جزرح تجيو وشفراج ومشارك هنا تكون الفرق مبين الشارع بزيار هنا محميه ومارلين فيه مخطي ومارلين فيه وتتأخذ وشرب وكل شيء والحمد لله ونشكرهم ونشكرهم الجمعية ونشكرهم قاع الناس القيمين بهذا الخير ونشكرهم بزاف قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية